اشتركوا في القناة يتكلم عن زراعة الفلفل بشكل متكامل وراح يطلع عندكم الرابط فيها على الشاشة هذلين الثنتين من فصيلة التشنينس فهم من النوع اللي جدا حار ولكن اتوقع ان قد تكون الوانهم مختلفة او فيهم شوية اختلاف لان زراعتهم من بذور مخلوطة البذور اللي شريتها عبارة عن خليط من البذور ولكن كلها من صنف او من آلة معينة فصيلة معينة اللي هي التشنينس فالتجربة راح تكون عبارة عن ان نجرب تأثير الكبريت على مستوى حرارة الفلفل وطريقة نموه ايضا فراح نحط بعض الكبريت عند النقل في اصيص واحدة من النباتات وراح نترك الثانية نمو بشكل طبيعي وطبعا راح يكون التسميد يعني مطابق للثنتين وراح نتابع نموهم وراح بعدين نجرب الثمر ونشوف اذا فيه فعلا فارق بين الثنتين لكن طبعا المشكلة ان الصنفين قد يكون فيه اختلاف فراح نشوف ونجرب ان شاء الله ولكن مجرد كتجربة راح نشوف اذا فيه اي اختلاف بين الثنتين فراح انقل واحدة بدون كبريت وبعدين راح انقل الثانية مع الكبريت وراح نشوفه فالحين نقلت هذه بالشكل الطبيعي اللي بدون الكبريت عندي هذه اللي راح احط لها الكبريت فاول شي راح اسوي عندي هذه كبريت زراعي نتأكد انها كبريت زراعي ما نستعمل اي مواد تانية فراح انتر ملعقة واحدة من الكبريت في اسفل العصيس مثل ما احنا شايفين وراح انقل النبتة مثل ما احنا شايفين جدورها بدت تلتف ولكن يعني مو بالشكل اللي سيء جدا فراح انقلها اهني في الاصيص وراح احط عليهم ملصق هذه بالكبريت هذه بدون كبريت وراح انقارن لاثنين ونواصل تطورهم في فيديوهات في فيديوهات هاي ان شاء الله وتكون جزء من سلسلة الى ان اخر الموسم ان شاء الله نجرب الثمر فراح اكمل نقل هذه النبتتين واحطهم في مكان يحصون نفس كمية الشمس والتغذية رح تكون بنفس الطريقة وبنفس المواد وراح ان شاء الله نتابع التجربة هذه فاللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وان شاء الله رح احاول جاوب اسألتكم بسرع وقت ممكن واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اشتركوا في القناة